خلونا ننطلق مع حضراتكم لموضوع آخر بالأمس كنتكلمنا بالتفصيل على المنظومة الإلكترونية اللي بتحاول مصر أنها تطورها وتضعها موضع تنفيذ فيما يتعلق بالضرائب والفاتورة الإلكترونية وزير المالية دكتور محمد معيت أعلن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في معادها يوم الحد الجاي لأول مرة في تاريخ مصر هتنضم بقية الشركات للمنظومة تباعا لحد نهاية شهر يونيو 2021 معيت أشاري لأن هذه المنظومة تعتبر خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضربية زي ما حتى تابعنا مع حضراتكم بارح ورفع كفاءة الفحص الضريبي للإسهام في استفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو يساعد في تحقيق المستهدفات المالية الاقتصادية ويمكن الدولة من استكمال التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ترجمة نانسي قنقر